أيضاً يعني النهاردة فيه كتلة من المستقلين حتكون ممثلة داخل مجلس النواب من معسكر ما قبل 25 يناير من الحزب الوطني السابق من الحزب الوطني انت حدرك بوضوحها تحدست عن إنه المهاني ساد عز هيكون له 800 نائب لا 70-80 نائب بتوقع يعني بتوقع يعني لكن 70-80 نائب كتير بتوقع كتير يعني بتوقع هذا لأن فيه كتلة من المستقلين اللي بتنتمي للحزب الوطني دخلة بزعم أن الحفاظ على تاريخ الحزب الوطني اللي بدأ من 23 يولو سنة 52 وده الحقيقة يعني معلومة جات لي من أحد القيادات الحزب الوطني السابق اللي حضر اجتماع وتقال له نفس الكلام أن احنا يجب أن نحافظ على تاريخنا 60 سنة من ضيعهمش نسبت للناس أن احنا أصحاب مبدأ وأصحاب فكر وأن ما روك ضدنا 25 يناير باطل وبالتالي لابد أن يكون موجودين في البرلمان ككتلة من المستقلين بقيادة الموانسح يا معهود تمت خيل أن أنصار النظام الأسبق أو ما يطلق عليهم الفلول بيشتغلوا بشكل فردي إنما حدك بتتكلم لا ده هنا بشكل جماعي وكأنه نحن أمام حزب وطني جديد مستتر باسم المستقلين يعني وبيقوده لسه المهندس أحمد عز وهيبقى له من نواب في البرلمان القادر أتوقع هذا طيب يعني هنا كمان بنفس الوضوح اتهمت حزب المصريين الأحرار لا الحقيقة هقول لحضرتك حاجة أنا في حواري لم أذكر حزب من الأحزاب يعني لم أذكر حزب المصريين الأحرار و يعني الصحفي وجه السؤال قال من بينهم حزب المصريين الأحرار قلت له أنا مش هحدد حزب من بينهم حزب المصريين الأكتر ما قلت له مش هحدد حزب فأنا ما حددتش حزب المصريين الأحرار وما ذكرتش حزب المصريين الأحرار لم أحدد حزب ولن أحدد حزب ولن تحدد لكن سوء النخاسة ده في أكثر من حزب في أكثر من حزب في أكثر من حزب طبعا في منتهى وطيار وحركة وطيار وحركة عشان بعض ما يبقى اشبع احزاب بس طب هنا هنا يبقى إحنا أمام وهنا الأموال اللي بتدفع دي بيتاخد وأما اللي بيقولوا الأحزاب معندهاش فلوس لا والأحزاب معندهاش فلوس فعلا يعني يعني ما يجي نقول الأحزاب الأحزاب معندهاش فلوس لأشخاص بتموت أشخاص بتموت لاحزاب